اشتركوا في القناة 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 الشاعر يقول عجز القصيد وهده الاعياء لما اراد مدحك الشعراء فالوجه بدر قد نغفق الوجك في السماء والسمات مليحة والنظم ذر والشفاة شفاء وله الحوض العظيم وكوثر وهو الشفيع اذا انتهى الشفعاء ويوم بدح مكة لما نال رقابا قال الابو اذا انتم اذا انتم الغنق من اعظم الخلق ايها الفضلاء اعظم خلق هو الخلق مع الله عز وجل وانتم ترون الان الناس ترد الآيات والاحاديث والالحاد كثر نسأل الله العافية والسلامة صدق فينا قول النبي عليه الصلاة والسلام تقوم الساعة على قوم لا يقولون الله ويسأل الله ما يكون هذه من العالمات الساعة كثرة تيش الالحاد والمحيد انا نقول قصة تنفع مع الفيزيشنز المحترمين اللي قدام الأطباء بما اننا نحن في موقع فيه اغالي بغمينش من الأطباء الذين هم يعني كحل عيوننا وجلدتها فنقول كان عنده واحد يخضر الدرس ويعرف الدكتور محمد هذا كان شيوعي كوميونيست احمر أكثر من الشماء اللي انت لاب شهد أحمران الدرجة أولى كيم إلسون كمن الدرجة الأولى ماهو تسيون كمن الدرجة الممتازة أكسلنس ماهو تسيون حنا في الدرس نتكلم في الترغيب والطرهيب مين هو يدخل يدخل شماء أي حديث يرده وكنت بينه بالنفس يدعى يقول يا رب تستحاله يا رب تعفو عنه لأن احنا نحب كل النفس يدخل فيش في الدين إنما بعثتم ويسرين محسرين إنما بعثتم مبشرين ودرعثوا منفرين يشاء ربك يبتليه بمرض اسمه صح المصطلح هذا ولا نغذر يعني تداخل في الرؤية يشوف الواحد دبليكين أي حد يشوفه مايش اثنين يعني الباب هذا لو يخرج يشوفه كم باب بابين يقول من صف يضع الحيض مو حق الباب تسغين يوم يعالج في أكبر مستشفيات جدة وجدة تضم وتفتح وتكسر إذا ضمتك أحبتك وإذا كسرتك أهانتك وإذا رفعتك فتحتك هذه جدة بلد المخاوش عراكم مشائل حباه تسغين يوم أنتيبيوتك أنالجيسك أنتيبيوتك اشتغل بكل أنواع الأدلة التي اكتشفها الأطباء واللي ما اكتشفها الأطباء والرجل بيقي عنده ديريا وكانستيباشن كل 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 أصابته الأعوض الجانبية اسهل وإمساك وحائل طبيقة بال بلد الله لنجي لكم من البلد جاء له زار واحد من جماعته وجلسه قهوه وكذا قال له وين ماشي قال له والله بروح أسوي حجامة إيش رايح تيجي معانا يا أبو محمد وأنت تسعين يوم ومانك شايف أصبحت تقاد العينان موجودتان لكنهما سلبت إيش نعمة ليش التمييز البصر موجود لكن ما في تمييز الشيء اثنين اثنين حتى السيارة ما يقدر ينسوكها الدرج يشيلون فيه شيل ويرفعونه رافع تعرفون لطب يعرفون المرضات ويش يتسلع قال لا يظل جرد تسعين ما يجرد معنا هو أي شيء كوميونيست ما عنده أي اعتقاد فيما يقوله الله فضلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول والله رحك عند الحجام في جنوب جدا باب مكة الدبان والزحمة والدميان قال والله لكن بعد أن خرجت من باب الحجام رد الله إلي بصري قلت صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام الطب في سلاث الطب في سلاث شرطته محجم هذه وحدة إيش منها والعسل وشربته وعسل والكي وإنيانها على الكي روى البخاري ومسلم بعد ذلك يا أخواني لزم الدرس وأصبح من أحب الناس إليه قال الله وقال رسول الله لذلك إنتما تدري ممكن تنزب الإنسان مصيبة لكن تصلح له إيش يسموها دفع في الاتجاه الصحيح تحطك على الطريق المستقيم ولذلك ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون القصة ما كملت راح للدكتور يزوره طبعا الدكتور شواء مصلع و يعني يعني آثار المشرة صدغيه وفي قبار قال الله ومحمد باش وندس هو عبد المستقيم في الـ فلنزل البحرية وقال قال الله ويشبه ويش صار عليك قال والله صار وصار وصار قال الله رجال أنت تصدق هذول الكذابين قال الله يا أخي ربنا شفعني قال له قال لدي جاءت صد فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيات الله يجحدون قال له الكونسدنس هذي تسعين يوم وانا عندك ليش ما جاءتني ما جاءتني غير إسهال وإمساك متعب حال تلقت بالبراء فكان النبي أول شيء يعمقه في قلوب الصحابة أعظم خلق هي العلاقة مع من مع الله ثانيا تأتي العلاقة مع الخلب قال النبي عليه الصلاة والسلام عند البخار من حسب يقلاب عن أنا الثلاث من كنا فيه وعند مسلم أيضا وجد بهن حلاوة الإيمان ليكون الله ورسوله أحب له سوهم أن يحب المرء لا يحب إلا إلا الله لا من أجل مصلحة دنيوية ولا بزنس ولا شيء لله أنا أحبك لله ولله قال النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب الترغيب في صحيح الجامع لرجل إنه يحب كنا قال أخبرته قال لا لا قال اذهب فأخبره من السنة حب الإنسان بشطة تكون حب من أجل حب في الله فقط ليس من أجل الدنيا قال ذا فأخبره وإذا إنسان قال لك أحبه فلأقول له أحبك الله الذي أحببتني وأنا أشبط أن أحبكم في الله لا أعرفكم أنا تعرفها وأسأل الله إجمعنا بها حب الجنات الدنيا الدنيا منتهية طالب متوسط كان يتمشى في الممشى يسوي رياضة وقت في المنية سبحان الله متوسط ولذلك أنت لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر كم من عروس زينوها يوم عرسها ونسد أكفانها ليلة القدر وكم من شباب يرجى أطوال عمرهم ونسد أكفانهم وهم لا يدو امرأ في الرياض صورها تقول من كب ليلة عرسها ليلة العمر كما يسمونها وأذن المغرب وهي يطال على أو العشاء أو يطل على القاعد فقالت لأمها الصلاة يا أمام قال يا بنت أجليها بعد انتحوا سونا المكياد الماء هذا كله بضيع المكياد قالت والله ما نطلع القاعد نصلي فرض ربي وإذا بها سجودا تفيد روحها إلى الله عزيزي والله لا أعظم أنتم في أخوان هذا الصلاة لا تقول للعمل عبادة هذا الله واحد متهرب من الصلاة زي يقول لك النظاف من الإيمان هذا عمال البلدية يقولها الحديث ما يرى عندك على الصلاة أيوة النظاف شيء جميل لكن الحديث ما فيه كده إن الله جميل يحب الجمال نعم ليس من النظاف تلاك الله خير وإنت ماشي في الطريق ومعاك أولادك أو تقال تشرب في الشاه وتقوم منزل القزاز ورام الكاسة في الشاه لا هذا ليس أدب مع الناس قال عليه الصلاة والسلام إن رجل أزال غصن شوكي من الطريق قال لا يؤذي المسلمين فغفر الله له فأدخله الجنة الله أدوه غصن شوكي من الطريق والله إخوان إما رأيك رؤيا وإن شاء الله إذا عنده رؤية عنده رؤية يديكم ربع سابعة الكلمة هذه الكليمة هذه نعبر له رؤيتهم تقول يا شيخ عمتي التي رأت الرؤية قلت له ويش رأت عمتي قالت أنا في سنة ثانية في الكلية درسة إسلامية في الجنوب تقول عمتي قال جاها واحد في الرؤية قال لها لما أجيكي ابنت أخيكي ابنت أخيكي بشريها بالجنة فقلت لها إيش أرجع عمل عملتي في ذلك اليوم قال أسكن في شوية قمايم في الشارع كده أنا إيش شلتها من الطريق شفت أخواني قلت صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام إن رجلا أزاله صلشوكي من الطريق قال يذن سلخ قال دخل الجنة ومع ذلك نقول لك يا بنتي استمر على الخير لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار من أجلي رؤية لكن لم يبق من ببوه إلا المبش إلا المبش وإنسان آخر قال رأيت أنهم جابوني في المسجد ميت كفا أسود رحنتنا قلنا له أحسن الله عزاك فا تتارك صلاة قال يو الله لكن من اليوم نتايا من اليوم والله ما تشوفني يا شيخ إلا بعد كده فين لا يراني إلا وأنا فين إلا أنا في الصرف رسالة للمدخلين والمشيشين والمتنبكين والمقدتين هذو تعقات توبوا لله جميعا أيها الممين لعلكم تفلحون نحن الآن في أيام ترفع الأعمال فيها كلها في شعبان كل يوم الأعمال ممتوعة كما صح من حديث أسامة بن زيد بن حالدة عند أحمد والنسائي قال ذلك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال كل يوم الأعمال ترفع يا إخوة فنر الله من أنفسنا خيرا من الإحسان إلى المجموعة وإحسان إلى السمالاء فيش داخل الأسافير التي تنطرق بين بعض هذا تلك بعض الناس نمام على طول يوصي الكلام فلان ما جاء يا أخي اتقل الله بنفسه قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح لا يأكل الجنة نمام وقال عليه الصلاة والسلام القالة حالقة لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين وقال عليه الصلاة والسلام لا تخبروني عن أصحابي شيئا إنه أحب ولأخج ليهم خالي الصدر اتقل لا في أذية المسلمين قال عليه الصلاة والسلام من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في دو في بيته الله يسترنا وليانكم الأيقون الثالث والأخيرة علاقة الإنسان مع نفسه وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منهم كما يكره أن يقذر في النار وهذه صحة من حديث عند الترمز عن أبي ذر ومعاذ بن جبل أبي عبد الرحمن قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت هذه العلاقة مع من مع الله سيدنا عمر يسأل سيدنا أبي يقول له يا أبي أي معنى التقوى قال يا أمير المؤمن أغايت إن كنت في أرض مليئة بالشوق ماذا تفعل قال أتقي قال هذا التقوى هذا معنى التقوى أن تجعل بينك من العذاب الله إيش وقيا قال علي التقوى الخوف من الجريل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم ليس داراً للمرء بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها وعمل لدار الرضوان خازنها الجار أحمد والرحمن ناشيها المسكوطينتها والزعفران حشيش نابد فيها جاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال يا رسول الله يا محمد عليه الصلاة والسلام اعمل ما شئت فإنك مجزي به واحبب ما شئت فإنك مفارقه وعش ما شئت فإنك ميت واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناره عما في أيدي الناس أعظم خلق بينك وبين نفسك قيام الليل بعد التوحيد والله يا أخوان ما من إنسان يدمن قيام الليل إلا حسنت عبادته وذيانته وعقيدته ومعاملته مع الناس ونورك عتان أخدم بهذا الحديث الجميل عن أبي أمامة عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام من قام الليل بعشر آيات إن أعطناك الكوفر مع الفاتحة لم يكتب من الغافلين عشر آيات الله أكبر عشر آيات ني والله عشر آيات ومن قام الليل بمئة آية النازعات ونبأ مع الفاتحة كتب من القانتين والقنط معناه طول القيام ومن قام الليل بألف آية اللي هي الجزء الثامن والتاسع والعشرون والثلاثون كتب من المقنطرين ولما كنا نسمع أن بعض السلح أن يقوم مئة رائعة في اليوم كنا نتعجب لكن لما رأينا الجلكس اللي تابوا اللي ما تابوا اللي سبيتوا وذيئا صاحبنا كنا نقول لهم صندر على الجو اللي نجال وغضروه في رقبته يركب رقبة بالساعات الطوال علمنا أن من أدمن شيئا أحبه وأكثر منه وأنتم فضل وخير وإن شاء الله كل من القيام والصيام ونجعل رمضان شعبان بالنسبة لرمضان كالنافلة بالنسبة للخريضة أسأل الله لحرم هذه اللي نبارك على النار ومن تحب وذلاريها وأهلها ونجمعنا في جنات النعم إخوانا على سرل متقابل ربنا أتنا حوسنا تقوى زكيها أنت خير من زكيها أنت وليها مولاها اللهم أنزل علينا من بحر جذك البركات وكفر عنا جميع سيئات وفقر قول لا إله إلى الله عندنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ولكن من خزتنا من العذاب الأخرة اللهم لا تحرمنا فضلك بالذنوبنا ولا تحرمنا برك بقحطنا ولا تحرمنا جنتك بسيئاتنا واجعل عافيتك أوسع لنا يا رب العالمين يا رحم الراحمين اللهم وفق لا تأمرين لمن تحب وترضى وخذ بالرصم من البل والتقوى اللهم أنزل على هذه المستشفى وعلى جميع مرضى المسلمين شفاء عاجلا يا رب العالمين اللهم أنزل على هذه المستشفى وعلى جميع المسلمين شفاء عاجلا يا رب العالمين اللهم أقر أعين المرضى وأهليهم وأطبائهم بشفاء من لدنك يا رب العالمين فأنت القائل وإذا مرقت فهو فهو يشفين اللهم تبع للتائبين وقف لنا وللعصاة والمذنبين اللهم سلمنا لرمضان اللهم سلمنا لرمضان وبلغنا إياه على خير عمل يا عزيز يا رحمن يا واحد يا ديان اللهم تسلم إننا متقبل أعن فيه على الصيام والقيام على ما يرضيك عنا يا رب يا واحد يا ديان تما الكلام وربنا المحمود لكم الكارم والعلى والجود ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مالحا طول ورق وذات الدعوة أنه الحمد لله رب العالم شكرا 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 شكرا